في محافظة النجف تهيمن الشركات الإيرانية على قطاع السياحة في المحافظة بشكل كبير ما أدى إلى تحكمها بأسعار الإقامة في الفنادق وفرض العروض التي تناسبها أصحاب الفنادق في المحافظة وفي تصريح لهم لمراسل قناة الفلوجة حملوا وزير السياحة مسؤولية هيمنة السائحة الإيراني على فنادق النجف وعدم فتح الباب أمام دول العالم الأخرى للسياحة في العراق وتحسين هذا القطع موضحين أن هذه السيطرة جاءت نتيجة عدم وجود سائحين غيرهم متهمين وزير السياحة بالتواطو مع الشركات الإيرانية للسيطرة على واقع السياحة في المحافظة سبب تلف أموال العراقيين أصحاب الفنادق رؤوس المال العراقيين اللي يذبوها بالسياحة العراقية هو وزير السياحة وزير السياحة لو ما متلبس بقضية رشاوي مع الفريق الإيراني لا تحتقد يعمل هذا العمل اللي ما يسأل على رعاياه إحنا كل إحنا برقوبته ما قوي يجيني أعرف الصاحب شركة يملي علي شركة إيرانية يملي علي السعر يملي علي الأكل ويملي علي الغرف البلاش قسم من الغرف ينامون بلاش إحنا مضطرين هاي بناياتها كلها الأثى إذا ما يدخل بيها نزيل الشركات الإيرانية أو الشركات المتعاملة مع الشركات الإيرانية هم عراقيين دولة مخصصين من نزارة السياحة وهو السبب الأكبر اللي يجعل هيمنة الزائر الإيراني أو الشركات الإيرانية على الفنادق 90% من زوار العراق أو زوار النجف الأشرف هم إيرانيين وبالتالي يكون المشتري الأكبر هم الإيرانيون مشكلة أصحاب الفنادق هم بالتسعيرة اليائسة التسعيرة التي تكون غير منصفة أبو الفندق عليه مشاكل كثيرة ومن خلال حتى القوانين الأخيرة التي سنت بعد التقشف هو كل مصالح الفنادق البنجف والفنادق العراق كله